اشتركوا في القناة اذا ايقظته السيطة واما اذا كان عقله معه فلا يحل له ان يؤخر الصلاة يصل على حسب حاله ولو بالنية حتى لو فلطن انه ما يستطيع ان يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود لكن بعض المرضى لضيق انفسهم وكونهم في حرج تجدوا اذا قل له الصلاة قال لا اذا عافنا لا صليت هذا غلط خطر عظيم جدا لا يموت على هذا يخشى ان يكون كافرا ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون اقاربهم اذا قالوا هذا ان يحذروهم يقول صل ولو بالنية النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن ان يفقدها الانسان ما يمكن افقدها ولا يجل عنها يعني لو قدر انه عاجز على الايمة برأسه والايمة بعينه نقول الحمد للانية مفتوحة لكن لكن على كل حال اذا قدر انهم فعل ذلك ظن منه انه لا بأس او كما يفعل بعض العواء بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة يقول ما استطيع ان البس ثوبا طاهرا ولا ان اصل النجاسة ان تضح حتى يعافي لله واتطهر نقول هذا ايضا حرام صل ولو بالثوب النجس لان الله يقول اتقوا الله ما استطعت نعم بقدر ما استطيع ان قدع الطهارة تطهر وان لم يقدر ولكن ما اظنوا يقدره ما يقدر تحرر ما يلوها ما حاجز تستطع نعم شكرا متحق شكرا شكرا شكرا